هو يطور من أدام هروح لحاجة اسمها إدارة المباراة وفي حالة الأولى اللي هي كانت بتاعت نشوفها نجيب الحالة الأولى ونشوف هنا كابتن هنا عندنا لعب ناد الأهلي ديمكن في بداية اللعب حلم الحالات المهمة جدا جدا كان يجب الحاكم أن هو يطلق صفرته بإيقاف اللعب هذه الحالة النهاردة عندنا لعب ناد الأهلي النهاردة صدام بالرأس وإحنا بنقول الحكام دايما طالما ما يفيش ما يساد أنك أنت تدي إتاحة فرصة لابد أنك أنت توقف المباراة أن عندنا سلامة اللعب يعني أفضل بكثير وأهم كثير من أنك أنت تتحي فرصة حتى لو كان حيجي من هدف هو هنا طبعا الأسف شي هو قتاح الفرصة وأنا بقول أنت حكم كبير يا أخي سلامة اللعب أهم وهنا لاعب نادها بيسقط لقدر الله الحمد لله هو أهم سريم ولكن بنقول أن الحكم هنا كان يجب أن هو إيقاف اللعب وميديش إتاحة الفرصة في هذه الحالة الحالة الثانية الحالة من الحالات المهمة جدا جدا ونشوف كابتن هنا المخالفة يعني أنا أقول بردك العقوبات يعني كل الحالات الكابتن أحمد جايبها كابتن أيمان كابتن أسامة هي خاصة بالعقوبات الانضباطية ليس حاجات داخل الصندوق ليس حاجات أخطاء داخل الصندوق ولكن دي تفرج كتير جدا جدا مع الحكم بطاقة في بطاقة في بطاقة بتعمل مشاكل هنا في مخالفة طبعا واضحة طبعا ما عندينش الصورة مع كريم وهنا المخالفة الدخول بتهور لأسف الشديد هو لم يحتسب المخالفة ولم ينشر البطاقة في هذه الحالة الحالة اللي بعد كده من غير ما قولي بصة كابتن عادل كابتن أسامة كابتن علاء محمد شريف راجل ده هو بلعب ما أنتم معاه يعني شوف دي مهاجمة من من تحت بالقدم اللي طبعا ما لعبش الكرة ولم ينجح في لعب الكرة ولكن هنا شايف أن هنا في مخالفة آه في مخالفة على الأقل على الأقل يا باملك تدي بطاقة يعني على الأقل في هذه الحالة كان لا بقد أن كانت تشفر بطاقة الصفرة لي المهاجمة والحمد لله هو يمكن شريف يعني قام منها سليم وما حصلش مشكلة في هذه الحالة اللي هي أنا بقولين هنا في تهور وكان يجب إشهر البطاقة الصفرة للعب ساندروس الحالة اللي بعد كده حالة محاية مهمة هنا وتميز لي الحاكم المساعد الكاميروني ألفز اللي هو كان مساعد رقم واحد يشوف هنا اللعبة ندل أهل هنا اللعب ندل أهل هنا مغطي التسلل وهنا سمح باستمرار اللعب وأنا بحيي المساعد رقم واحد ألفز على أنه هو كان مركز قوي 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 لحظة اللمس الكرة وموقف التسلل هنا مفيش أي تسلل في هذه الحالة اللعبة دي كابتن أحمد دي كابتن علاء رحم فراد وكانش هنا هو شاطر جدا جدا تلع أفل وطبعا يعني أنقذ المرمى في هذه الحالة دي كانت آخر حالة كابتن ولكن زي ما قلنا هو أدوار المباراة فيش أخطاء مؤثرة ولكن نتكلم في تحركاته في ستايل جاريو في نمط جاريو في العقود الكبات الانتباطية نتمنى نتمنى أنه يطور من أدوار في المباراة القادمة ونتمنى طبعا كابتن أيمان إن شاء الله بإذن الله نادي الأهل إن شاء الله قادر إن شاء الله بإذن الله أنه هو يسعد للدور اللي جاي ونقوله ألف مبروك بإذن الله إن شاء الله والنادي الأهلي قادر دائما على التعويد بإذن الله كابتن ناصر ألشكرا كابتن ناصر شكرا كابتن ناصر شكرا شكرا وبانتهى الفقرة التحكمية أعزائي المشاهدين بناصر نهاية السودي التحليل لمباراة النادي الأهلي ونادي سانداونز الجنوب أفريقي في مرحلة دور المجموعات الجولة الرابعة والتي انتهت بفوز سانداونز 1-0 وتأهله لدور الثمانية كل التوفيق النادي الأهلي إن شاء الله لتعويد الخسارة والنادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم قادر على العودة بإذن الله بالفوز المبراتين القادمتين إن شاء الله على المريخ وعلى الهلال السودان بشكر نجمنا كبار شرفوني نهاردة كابتن علاء ماهيوب ألف شكرا كابتن شرفوني شكرا شكرا كابتن أحمد بلال ألف شكرا كابتن شرفوني شكرا كابتن كابتن السام عربي ألف شكرا كابتن شرفوني شكرا نهارد لك وإن شاء الله تعويضك بالتمع Cub Round��는 كابتن العلا الرحمان شرفيني شكرا والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى والستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المونة وأرق تحياتي